موسيقى محمد الله رب العالمين نحن اليوم في الجمعة الرابعة من شهر رمضان المبارك وهي الجمعة الأخيرة وأيضاً تصادف مع ليلة القدر طبعاً واضح بأن المسجد الأقصى المبارك ليس كعادة لا يوجد المصلين الذين نتمنى وجودهم في المسجد الأقصى المبارك أعداد متواضعة لم تكن في السابق كان لنا المفروض أن لا نعرف أن نتحرك من جهة إلى جهة في هذا اليوم الفضيل في السنوات السابقة لذلك يعني واضح بأن هناك إغلاق متعمد على أهل الضفة الغربية من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك وكذلك لغاية الآن نحن نرى بأن الأعداد ليست كما يرضاها المسلمون في مسجدهم الأقصى المبارك بدأت الأوقات طبعاً أخذت كل استعداداتها لإستقبال الوافدين إلى المسجد الأقصى المبارك حيئت كل الظروف في هذه الليلة المباركة ليلة شهر ليلة القدر سواء كان تحضير الإفطارات سواء كان تحضيرات النظافة إلى المسجد الأقصى المبارك سواء حضرنا الدروس الدينية في المسجد الأقصى المبارك سوف يخلص من هذا الوضع الذي نعيش في هذه الأيام في مدينة القدس وفي أنحاء فراثقين يعني العام الماضي كان معروف أول عام حوالي 400 ألف كانت في أيام ليلة القدر لكن لا نعرف مدى ما يحصل من هنا لعدة ساعات قادمة ولكن واضح بأن هناك أعداد متواضعة لا تليق في ليلة القدر في المسجد الأقصى المبارك من الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اليوم 26 رمضان 1445 إجري وخمسة أربعة الفين واربعة وعشرين ميلادي وهذه الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك وتصادف أيضا هذه الليلة ليلة القدر بإذنه سبحانه وتعالى يعني هناك قدمة إلى المسجد الأقصى من جميع مدن فلسطين من أجل الصلاة في المسجد الأقصى المبارك فهذه الجمعة قدرت الأعداد 120 ألف مصلي الذين صلوا صلاة الجمعة وهذا يبين أن المسجد الأقصى دائما هو في قلوب أهل فلسطين وتهوى قلوب أهل فلسطين إلى المسجد الأقصى نسأل الله سبحانه وتعالى أيضا أن تكون ميسرة الأمور إلى من يأتي إلى صلاة أيضا العشاء والتراويح وقيام الليل في هذه الليلة المباركة فبذلك يعني إذا قورنا بالأعوام الماضية مثل هذا اليوم كان تكون الجمعة الأخيرة أو ليلة القدر كانت الأعداد تصل إلى 300 إلى 320 ألف مصلي على الأقل فهذا بسبب الحواجز وبسبب منع أهلنا في الضفة والحواجز التي نصبت في طريق المسجد الأقصى المبارك نسأل الله أن يكون يتقبل من كل أهلنا في فلسطين الصلاة وكل من قدم إلى المسجد الأقصى وكل من منع يكتب له الأجر بإذن الله سبحانه وتعالى هذا الأجر أجر المقوث في المسجد الأقصى المبارك ونسأل الله أن يعيد هذه المناسبة باليمن والبركة على الأمة الإسلامية والعربية وأن يفرج كرب أهلنا في غزة وفي فلسطين عامة بإذنه سبحانه وتعالى يعني هناك الحواجز التي نصبت في طرق المسجد الأقصى وأيضا المعاملات مثل التفتيش الدقيق والشبح على الحيطان يعني أيضا الحواجز التي إعاقت وصول كثير من المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك يعني ليس هذا اليوم في كل جمعة وأيضا الأيام العادية فهناك يعني بعض الشبان الذين يرجعونهم من الطرقات ولا يسمحون لهم بالدخول إلى المسجد الأقصى هذا أدى إلى أن تكون الأعداد ليست كالأعوام السابقة عماد عزة الحج محمد من بيت فوريك نابلس إحنا في الجمعة الرابعة إن شاء الله جاينا من نابلس بيت فوريك تخطينا إحنا من صلاة الصبح وطلعنا بعد صلاة الصبح جينا على حاجز الحوارة في شوية مشاكل كان في أزمة شوية والحمد لله تيسرت الأمور ومشينا وصلنا إلى قلندية القلندية والحمد لله كل الأمور كانت سالكة فيش أزمة لأن الأعداد أصلا قليلة مش زي كل سنة بتيجي مش الأعداد اللي سمحوا فيها لما سمحين لرجال فوق الخمس وخمسين سنة اللي معاهم ممانطوا اللي معاهم تصريح يعني مش كل الناس إنه طلعوا تصريح تأجوا وطلعوا ممانط مشان هيك حتى النساء لما خمسين سنة برضه مش كل النساء برضه قدرين يجيين اللي يدخلين وصلين ويجيين على الأكسى اللي يحيوا ليت القدر إن شاء الله هان ومنظر زمان كنا نطلع من الساعة ثنتين والصبح تاني جي نفوت على كالنديا وبدنا ثلاثة أربع ساعات تاني نفوت على الأزمة اللي كانت اليوم ما فيش أزمة ما فيش حناس لأنه الأعداد زي ما حكينا الأعداد هي محدود اللي مسموح بس تدخل يعني عنا حواجز في عنا حاجز بيت فوريك في عنا حاجز عورتة وفي عنا حاجز كالنديا يعني ثلاث حواجز بدك تدخلين الصبح تاتسمع هل هو حاجز سمح لك تسك يتفوت ولا ما تفوتش بتظل الأمور يعني أنه أنت على عصابك أنك بدك تفوت ولا ما ترجع ولا ما ترجع الحمد لله الله يطعمها لكل الناس اللي بيشتهوها ولي يجوا كل الناس وتفتح الأمور وللجميع يجي عليها إن شاء الله على الأقصى أنا المواطن حسام ملارحة من سيرة الظهر قضاء جينين الآن نحن في المسجد الأقصى في الجمعة الأخيرة الجمعة اليتيمة طبعا هذا أول مرة بدخل فيها في هذا الشهر الكريم الحمد لله رب العالمين اللي عربنا من علينا وقدرنا نصل للأقصى لكن في الطريق طبعا تواجه لصعوبات إنه إحنا قرجنا من حلات الصبح من البلد من رسيلة الظهر على سباسدي على جنسين يا من جنسين لزواتة من زواتة نجعنا لعلى دير شرف ومن دير شرف لحوارة ومن حوارة طبعا على الطريق الاتفافي جديد والزعترة لحتى وصلنا الأقصى طبعا الطريق بدل ما تأخذ معانك مثلا من كل ساعة ونص أخذت معانا مثلا ثلاث ساعات تكريبا بسبب الحواجز الموجودة وبالنسبة للحواجز الجيش الموجودة في الطرقات هي اللي بتأخر الناس بنتمنى إنه إنه هذا الحواجز تزول وترجع الناس لطبيعتها تصلي بحريتها حسب القانون العالمي كل الدول والعالمي كيفية الصلاة والحرية العبادة للعالم كله فإحنا هين الفلسطين يعني بنعاني كثير بنعاني كثير من هذه الأمور يعني من ناحية الإسرائيل لا بدح نحترمي قانون ولا غيره هذه السنة طبعا بالنسبة إنه أصعب السنين علينا إنه يعني من نفتش بحريتنا زي ما كنا نفوت سابقا ويسمحوا لجميع الأجيال لأن حرية العبادة هي مكفولة في جميع القوانين القوانين العالم كلها مكفولة حرية العبادة فهين إسرائيل إحنا يعني حرمت ناس كثير إنهم يدخلوا يصلوا ناس كثير يعني حابة تصلي الأقصى تصلي تتعبد في شهر الكريم فحرمت ناس كثير من شباب من صبايا من ناس كثير الحرمت من الصلاة أنا معكم علي أقواسمي من القدس من قرية كفر عقب قرية كفر عقب المحاذاة من حاجز قلندية إحنا نعتبر من المقدسيين لكنه إحنا محرمين من قرية من مدينة القدس أنا إجيت اليوم على آخر جمعة برمضان بصراحة بالنسبة للطرق الطرق فاضية جدا عادة بالسنوات السابقة بيكون فيه تقريبا آلاف ومئات الآلاف على حاجز قلندية ما منقدر إحنا كمقدسيين إنه نوصل على القدس لإنه منترك لأهلنا أهل الضفة إنهم يدخلوا على المسجد الأقصى قررت أدخل اليوم لإنه آخر جمعة برمضان الطرق جدا فاضية خلال نص سيعة أنا كنت هون ما في ناس ما في أجواء ما في يعني فعلا الحزن يعني ممكن إنه حاسين إنه بهذا الشعور الحزن على بكل الشوارع الحزن بالطرقات الحزن في المباني الحزن بالأضوية ما في ناس ما في عالم ما في أرواح الشعور فعلا حزين أهلنا الغزة يعني أهلنا في غزة منتمنى لهم إنه ربنا يفك أسرهم ويتقبل شهدائهم ويرحم موتاهم ويفك فرجهم وربنا يفكر فرج على جميع المسلمين في جميع الأنحاء العالم وأهل فلسطين وإحنا فعلا المقدسيين منعاني معاناة ممكن ما حدا يحس فيها بالوطن العربي ولا بالعالم لكن إن شاء الله إنه إحنا نعتبر من الصابرين والثابتين في أراضي الرباط وربنا يعطينا الصبر والله الطريق أول ما وصلنا الحواجز كثير ناس كثير كثير ناس مش معبرين عمالهم ولا حد يعني أنا فتت تعدات الحاجز وظلت داخل يعني إحنا بنا نفوت بأي طريقة أي أقصانة بنا نصلي لو بالعافية بالغصب ننفوت بس لما فتت وسكني جاء وحطت البطاكة كان يرجع كنت راح أحاول أرد أرجع ردات أجيت من الطريق الثاني اللي فات وكلت الجندي لازم إحنا نعبر قال ليش بتكاتل كلتنا بنكاتل إننا حق نفوت بأي قانون أنت بترجع فينا ثمانين وخمسة وسبعين كلهم كبار برجعوا فيهم مش سن صغير طبعاً السن صغير بسمحلهم مش أصنيجي عن محطوم نهائي قال طيب يرأوكوا كلتنا إنت لازم يتفوت جميع العالم الموجودة هان وين هم يروحوا؟ يعني في واحد اتنين ثلاث أربعة في حواجز لا تتحسى ولا تعد وين الفرق كثير كنا نيجي السلام وبأمان ولا في تصريح ولا في تنسيق ولا في أي شيء بس سنة هذه يعني في شيء أولا أي دولة تستعمل قانونها إلا الدولة الإسرائيلية كان زمان لما نيجي هننصلي مات تقدر تحط رجلك وين العالم وين حشريننا مش مخليين حدي يروح أصلا كل العالم بالهاتيجة الصيد بس هما مانعين ولا أي نفر يفوق نهائي لا صغير ولا كبير لا لا ولا حرية وينين الحرية منين بالهاتيجة الحرية؟ ماهم خانكين نهت نين الحرية؟ فيش حرية؟ اللي بيقول لك إحنا معتيين للعالم حرية بالعكس هما اللي ضاقتين على العالم جميعا فيش حرية؟ هما بيدعو بس ما في حرية موسيقى بسم الله رضوان أحمد حسين خليلية جبع جنين جاي أصلي بالأقصى إن شاء الله وأنا لحمولي تبعتي ست ركاب رجعوا أربعة نساوين كلهم نساوين وكبار بالسن رجعوا أربعة لأنهم ما حمش تصريح المنسك رفض يعطيهم تصريح وأنا فتت أنا وكمان بنات تنتين نساوين كبار وكلنا أنا فوق السبعين اثنين بسبعين سنة والنساوين كلهم فوق الخمسين ورجعوهم أنا الجمعة الأولى والثانية والثانية ما أطلع عليش تصريح الجمعة هاي يعطوني تصريح المهم جينا للجمعة هاي والطريق كان الطريق صعبي أحواجز يعني أنا اشتهلت قبل هالمرة عشرين سنة وريح أجعل الأقصى كانت الطرق مسحلة جداً المرة هذي الطرق معقلة جداً 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 يعني اللي قاعد بصير مش طبيعي الناس قد أتيجي تصلي ما هي جاي لا تكاتل ولا جاي تعمل مشاكل الناس ليجي تصلي رمضان طول السنة محرومين من دخول الأقصى بالنسبة للجمعة رمضان كنا بالجمعة الأولى والثاني والثالثة ما فيش مكان لإنسان يصلي ليلة القدر أو الجمعة الرابعة كانت الحشرة اللي كانت هنا من قطعة النظير كان يكمل في الأقصى من 450 إلى 500 ألف مصلي الجمعة هاي اللي هي الجمعة بكلها الجمعة اليتيمية أو الجمعة آخر جمعة في رمضان آخر جمعة في رمضان ما فيش ناس فاضي الساحة الأقصى فاضي جوه فاضي كله من التجديد من الإجراءات الأمنية الغير معقولة على الناس الناس بنتيجة تصلي لا هي من جاي تعمل مشاكل ولا جاي تظاهر ولا جاي تعمل إشي وإحنا شعب مسالم وبدنا نعيش بأرض الله في أمان واطمئنا ونعرض ربنا والحمد لله رب العالمين تقادر رب العالمين فوق كل شيء موسيقى 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 في المسجد الأقصى في الجمعة الرابعة من رمضان وهذا الموجود يحمل رسالتين طبعاً احنا وصلنا المسجد الأقصى بشكل أنفس ومعاناة كبيرة جداً من جنود الاحتلال الموجودين على البوابات المسجد الأقصى قليل جداً ما يدخل الواحد بدون تفتيش بدون إعاقات طبعاً بتحبير رسالة الثانية أنه هذه الساحات اللي احنا فيها الآن ساحات المسجد الأقصى خالية تقريباً من المصلين في السنوات السابقة كان يصل العدد إلى نصف مليون مصلي اللي يتواجدوا في المسجد الأقصى بساحات المسجد الأقصى لكن بنقول احنا هذا احتلال والاحتلال يفعل ما يشاء واحنا ما إنا إلا الصبر من الله سبحانه وتعالى ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيل عنا هذه الغمة ويزيل عنا هذا الاحتلال في القريب إن شاء الله القريب العاجل الله سبحانه وتعالى هو القادر وهو الناصر اسمي ليان عيسى عبد الحافظ العملة من الخليل أنا اليوم اجيت اليوم على المسجد الأقصى المبارع عشان أصلي صلاة الجمعة ورغم الحواجز من الاحتلال والتفتيش وإن شاء الله يروحوا الاحتلال ويجي الناس على الأقصى حاش الله لو حاش الله يا الله يا إيرام لو حاش الله منك يا شهر رسنا طرقنا في الجنة في بابا طالدأ اسمه الرايان من أجل الصياء عسمه الرايان من أجل الصياء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سلام الله عليك يا قدس هنا تحط الشمس رحال يومها هنا الدنيا هنا الليل نهار الخاشعين القائمين لأجل الله الحارسين لبيته الأقصى هنا القدس وأكنافها السابلة في الأرض وفي القلوب هنا القرى خواصر المدينة المقدسة والناس سدنتها الساهرين وفي أكنافها تحيا الحياة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة